خلينا نروح مع حضراتكم لملف تاني وملف برضو محترم النهاردة ومبارح يمكن معانا اخبار كتيرة جدا ايجابية والنهاردة تحديدا انا هنتكلم عن هذا المشروع هو مشروع يمكن اتكلمنا عليه قبل كده بس لمحنا وفي نفس الوقت فيه دول كتيرة جدا ربما سبقتنا في هذا الموضوع بس النقطة مش مين سبق مين النقطة ان انت دلوقتي اصبحت بتنافس دول كبرى يعني اقتصاديا بتفرق عنك بشكل كبير جدا لكن انت بتديت تنافسها في بعض الملفات العديدة لو هنروح لمحافظة القاهرة تحديدا بدأت في اقامة خمس محطات لمشروع كايرو بايك وكايرو بايك ده مش فكرة بس ان انت بتأجر عجل للمواطنين الموضوع اكبر من كده خليني اقول لحضراتكم بس كايرو بايك هيبدأ بميدين هنا التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارعي الفلكي وعبد الخالق ثروت ده استعدادا بقى لبدء التشغيل التجريبي ضمن الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا المشروع المحترم اللي بيواكب هنا الاستعداد برضو لاستضافة قمة المناخ واللي بتسعى محافظة القاهرة الى دعم تكامل ووسائل او كافة وسائل المواصلات وتسهيل كمان الممارسات الصحية والبيئية عشان نقلل هنا الكثفات الضرة وتخفيف كمان الكثفات المرورية بمنطقة وسط البلد تحديدا ومشروع ده برضو يعني كايرو بايك بيقوم على نشر برضو استخدام الدراجات كوسيلة بديلة للنقل بيئة العاصمة هي دي بقى النقطة المهمة وهو برضو نتاج شاركة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبيدعم برنامج الامم المتحدة ايضا وكده بتبقى محافظة القاهرة رائدة في تطبيق هذا المشروع لان التجارب السابقة كانت تقتصر فقط زي ما حضرتكم اكيد عارفيني على المجتمعات اللي هي العمرانية الجديدة او الحاجات اللي زي كده لكن دلوقتي بتتكلم من المشروع ده هيخش في القاهرة او في قلب القاهرة زي ما بتقيل ووسط البلد وحتبقى يعني هيبقى فيه شبكة كبيرة كمان من النقاط اللي بتتوفر لي راكبي الدراجات دول ان هم يستخدموها وبيبقى فيه تطبيق على الموبايل والاسعار عايز اقول حضراتكم مش منخافي ده لا هي اسعار رمزية يعني استئجار الدراجات دول فعلا اسعار رمزية جدا طب لو قول حضراتكم عليش لو نكلم بالارقام هو هيبقى جنيه للساعة يعني جنيه للساعة دي لما احنا كنا اطفال يعني كنا بنأجرها تقريبا بجنيه او بنص جنيه للساعة شوفوا دلوقتي سنة عشرين وعشرين وهتأجر بجنيه يعني للساعة اعتقد شيء رمزي جدا وهي الهدف منه ان كل فئات الشعب تقدر ان هي تستخدمه فاعتقد مشروع محترم جدا هو هيتم تنفيذه بمنطقة يعني وسط البلد وجوردن سيتي والزمالك ده هيتبقى كبداية وبعد كده هيتبقى حيبتدي ان هو يعمم طبعا على باقي المحافظات فاعتقد ان حاجة محترمة جدا وهتعمل طبعا بالطاقة الكمان الشمسية المحطة بتاعته وهي مؤمنة بكاميرات مراقبة عشان للوقتي ممكن حد يجي يقولك طبعا وممكن الناس تسرق العجل ماشي الكلام ده العجل المراقب طبعا وفيه يعني زي متقال حاجة زي جي بي اس والكلام ده كله وفيه اماكن استراتيجية بتتعامل مع المحطات وخطوط نقل عام وغيره الموضوع ما هوش موضوع بسيط يعني فشيء محترم جدا ان احنا اكيد بنسع للاستفادة من التجارب دي وتجارب العالمية في مجال النقل خاصة يعني اللي بتقلل من التلوث وزي ما احنا عارفين اتجاه العالم كله برضو دولاتي فكرة البدائل يعني انت عايز تقلل عشان التغيرات المناخية والتلوث اللي في العالم كله عايز تبتدي تنشر الصحة والرياضة بشكل عام يبقى فيه وعي اكتر بين المواطنين ناس كتيرة جدا اصلا كانت لما بتسافر برة بتقولك انا نفسي اركب عجلة وانت هنا بتبقى نفسك تركب عجلة بس ربما كانت الشوارع غير مهيئة الاجواء غير مهيئة الثقافة غير مهيئة لكن انت لما تيجي دلوقتي تعمل مشروع زي ده محترم بتبتدي تفرد على المجتمع ان الثقافة بتاعته تتغير يعني يمكن في السنوات اللي فاتت كان الموضوع غير امن ممكن الناس كانت تخاف تركب عجل في الشارع بشكل عادي لكن دلوقتي الثقافة هتبتدي تفرد عليك ان انت تغيرها كمواطن لان الموضوع فعلا محتاج يبقى فيه تغيير احنا محتاجين نكون احنا عندنا ثقافة ان احنا نحب نركن قدام المكان احنا كده فعلا يعني نشوف اقرب مكان اقرب مكان باركينج للمكان اللي احنا رايحينه او المصلحة اللي احنا رايحينها بنركن قدام احنا لو علينا نركن جوه المبنى نفسه بنركن لما جيه وانتشر كان فيه بدائل كتيرة جدا الناس بتادي تنزل عايزة تمارس رياضة في الشارع اللي كان بينزل يتمشل كان بيركب عجل فنتمنى ان الثقافة دي فعلا تعمم في الشارع المصر حيفرق بشكل كبير جدا على الصحة العامة يعني الدرجات تحديدا بتوازي عدد او ساعات ماشي كتيرة فوليها فوايد انا قلت لحضراتكم عرضنا انفو جراف كمان لي فوايد عديدة جدا فنتمنى ان الموضوع فعلا يعمم وينجح بشكل كبير موسيقى